بوك طبعا انتو عندكم كتاب student book اللي هو الكتاب الملون في عندكم activity book كتابك المش ملون كتابك الملون اول شي مني يجي منمسك المعدة مندرس منبلش ندرس في الاشياء هندعم هذا الحكم من activity book ونش ندرس الاشياء او اللي موجودة على هذا الحكم بعدين بصير في عندي شو بصير في عندي activity book كتيره وفي تنوع نوعا ما ما هنترك ولا تمرين كله رح ناخده كله كله يامس براستثناء رح ناخده تمام هيكون في عنا تنوع هيكون في عنا هحاول بنهاية كل واحد يكون في عنا حصة تفاعلية هنزلكم بدي افس شرح اوراق العمل لا القواعد تكون كلها نزل كأوراق عمل هيكون كل اموركم امتكتكة مرتبة مسيرة بطريقة مستمية رائعة فهذا كل الاشياء اللي رح تكون موجودة معكم نوعا ما المعاني دي اسمه ففي كل ويانت رح تكون بتركز على سيكشن معين احنا رح نركز على هذا الشي هندرس تصريف الافعال من اخر الكتاب ما حنلغي وجود اي كتاب المرة جايحة تكون الحصة الاولى الرسمية بالبداية دائما ابل ما ببلش بالمنهاج بحب اعطي حصص الاساسيات اللي ممكن انا استفيد منها تمام طبعا انتو في منكم اكيد ناس حضرتها معي على الفيسبوك كاقوى سلسلة اسيسية على مستوى المملكة حضرناها مع بعض اكيد كانت جياشة بتجنن كتير حلوة كتير فائدة فيها وفي منكم ما حضرها فان رح اعطيكم شو الاساسيات اللي انا كطالب بتفيدني او ممكن انا اتعامل معها كطالب صفح 10 تمام كيف ممكن انا كطالب صفح 10 اني اتعامل مع هذا اللي قدامي كيف ممكن اتغلب على الامتحان مس امتحان اللغة الانجليزية من اسهل الامتحان طبعا بصير مع طلاب التوجيه او معكم انتو انكم انتم ما بتكونوا في مليار مع المعدة شواني في مليار ما بيكون مقالوف العرض عليكم بالطريقة اللي اتعامل فيها اسئلة التوجيه بالنسبه الى للك كل المعدة داخلي معاني مطلوبة مني سستمحلي كيف اعمل اشتقاق متأكد تسعين بالمئة انه في منكم كتير ما بيعرفشين اشتقاق بالعكس انا ببني هاي القاعدة بدماغي بحاول بعطي الرز لدماغي كيف ممكن اشترل بحاول ابني هاي القاعدة اللي دماغي يتأقلم لما بيشوف اي عشان لما وصل التوجيه ما احكي عن الامتحان صعب واتأكد ان الامتحان سهل فعليا واقدر اني احله واتغلب عليه اسهل المواد والله يعمس اسهل المواد هي مادة اللغة الانجليزية الشطارة في الموضوع كيف انا اتعامل معها ممكن فيه عوامل بتأثر القدرات ممكن والله طريقة استاذ المادة مش مناسبة لقي لي بروح بدور على الاسلوب الافضل ممكن انا اسلوب ماي ناسبك بروح دور على الاسلوب الافضل شوف الاسلوب اللي انت حاسس حالك